بمناسبة عيد القديسين بوتروس وبولوس تمت في القدس رسامة خمسة كهنة جدد قادمين من أفريقيا وأمريكا وآسيا بوضع يدي غبطة بطريارك القدس للاتين بيرباتيستيا باتسبالا مترأسا الذبيحة الإلهية وأشار غبطته في عيضته إلى شخصيتين القديسين حيث تعلم بوتروس أن حياته وموته تخبران عن حياته وموت ربه يسوع الذي أنقذه من الموت ثم هناك بولوس أيضا الذي واجه الموت ولم يبقى لديه سوى أمر واحد هو الإيمان وفي نهاية العظة وضع غبطة البطريارك يديه على الكهنة الجدد وبلغت رتبة وضع الأيدي دروتها بمنح هؤلاء الكهنة الثيابة الكهنوتية ودهن راحتي أيديهم بالزيت المقدس